موسيقى لو اتكلمنا عن مشكلة عدم التوازن في الماشي بعض الناس ممكن يعانوا أثناء السير من حالة من الترنحة وعدم الاتزان وده ممكن ينتبهم هذا الأمر لفترة من الوقت طبعا في الغالب بيرجع عدم التوازن في الماشي لأن في مشكلة في الدماغ أو في الأزن وبالتالي في مجموعة من الأسباب ممكن تؤدي إلى إصابة الإنسان بعدم التوازن أثناء الماشي منها أولا الدوار بيعتبر الدوار أمر شائع بيصيب ما يقرب من 20% من الأشخاص وبيشعروا نتيجة الإصابة بالدوار بفقدان التوازن وفي بعض المحافزات ممكن يعني تجع إنسان عرض للإصابة بالدوار زي دوار الوضع الانتياب الحميد أو مرض مينيارز اللي هو مرض بيصيب الأزن الداخلية وبيأثر على التوازن وعلى السمع أيضا خروج بلورات من الأزن الداخلية ولكن في الغالب المشكلة ده بيقدر الطبيب أنه يعالجها وبيعيد هذه البلورات إلى أماكنها ممكن من الأسباب أيضا جروح الرأس أو الدماغ بتأثر جروح الدماغ النتيجة عن صدمة أو ارتجاج المخ على التوازن وده ممكن ينتج عنه عدم التوازن في المشي بتظهر هذه الأعراض فورا أو بعد عدة أسابيع الأشهر من التعرض للصدمة وبالتالي بيستعد العلاج الطبيعي والوظيفي في حال هذه المشكلة السبب الثالث هو إصابة الحبل الشوكي بتؤدي إصابة الحبل الشوكي إلى صعوبة أو أحيانا عدم قدرة الدماغ على إرسال رسائل للجسم بيانتج عنها فقدان التوازن والحركة وممكن في بعض الحالات يصل الأمر إلى الشلل الكامل في بعض الحالات ممكن يتم علاجها من خلال الجراحة أو العلاج الطبيعي بعضها الأخرى طبعا بتكون حالات متطورة لا تستجيب للعلاج السبب أيضا رابع هو الأمراض المزمنة في بعض الأمراض المزمنة ممكن يتعرض لها الإنسان تؤدي إلى إصابته بعدم التوازن في المشي زي التصلب اللواحي وده مرض بيأثر على الغشاء الواقي للأعصاب أو الشلل الرعاش أو مرض بركنسون ده مرض بيقود إلى الرجفان أو مشكلات في التوازن خصوصا عند الحركة أو المشي أيضا التصلب الجانبي الدموري وده مرض بيانتج عنه تلف خلال العصاب وبينتج عنه عدم التوازن في المشي السبب أيضا الخامس هي الجلطات الدماغية بتنتج الجلطات الدماغية بسبب نقص إمداد الدم إلى الدماغ نقص تروية الدماغ دمويا وده بيشكل عائق في التواصل بين الدماغ وباقي أعضاء جسم الإنسان نتيجة كده بيحصل مشكلات في التوازن سواء قبل أو بعد الجلطة وطبعا جلطات الدماغ بتعتبر من الحالات الطريقة يجب على إثرها التوجه للمستشفى فورا في بعض الأسباب الأخرى ممكن تؤدي لعدم التوازن في المشي زي أن الإنسان يكون بيتناول بعض الأدوية بعض الأدوية ممكن يكون لها أعراض جانبية ومن أعراضها الجانبية التأثير على اتزان الجسم أثناء الحرك أيضا بعض الالتهابات الفيروسية زي نزالات البرد على الأزن الوسطى ممكن تسبب مشكلات في التوازن أيضا التقدم في السن ممكن يساعد في تقليص عمل الأزن الوسطى وبيأثر على توازن الجسم في مشكلات صحية ممكن تؤثر على التوازن زي ارتفاع ضغط الدم أو انخفاض ضغط الدم أو مرض الشقيقة كيف يمكن تشقيص عدم التوازن في المشي؟ طبعا الإنسان بيكون عنده مشكلة بيتوجه للطبيب بيقوم الطبيب في البداية بسؤال المريض عن الأعراض يعني بيصف المريض تفصليا الأعراض اللي بيشعر بها إلى الطبيب بعد كاء ممكن الطبيب يطلب بعض الفحوصات الكشف عن سبب عدم التوازن زي بيعمل تحليل الدم بيعمل فحصة للسمع فحصة تحريك العين بعض الصور الأشعة زي التصوير برونان المغناطيسي أو الصور الطبقية أو تصوير وضعية الجسم بالنسبة لعلاج عدم التوازن في المشي في عدة طرق بتستخدم لعلاج عدم التوازن في المشي منها طبعا الأدوية بيقوم الطبيب بوصف الأدوية حسب الحالة ممكن يقوم بوصف أدوية لمنع الغسايان اللي هو ممكن يكون أحد أسباب عدم التوازن في المشي أو ممكن يقوم الطبيب بتبديل أدوية إذا كان المريض بياخد أدوية بيكون هي السبب في عدم التوازن في المشي أو يستبدلها بأدوية أخرى أو يغير الجرعة كمان ممكن يستخدم الطبيب حقا الاستيرويدات الاستيرويد خلف طابلة الأذن بيساعد في تحسين عدم التوازن في المشي الإجراء الثاني هو اللجوء للجراحة بتعتبر الجراحة حل جيد في حال كان المريض مصاب بمرض في الأعصاب زي مرض منيور اللي بيأثر على النظام الدهليزي للأذن وبيأثر أيضا على مراكز التوازن الموجودة في الدماغ فبالتالي ممكن يتم تحديد المنطقة بالتحديد في المخة أو في خلال المخة اللي بتسبب عدم الاتزان وبالتالي بيتم علاجها جراحية في بعض العلاجات الأخرى ممكن يقوم الطبيب بوصفها أو بتساعد في العلاج مع تقييم المريض بعدها زي ممارسة بعد التمرين الرياضية في بعض التمرين الرياضية لأن في بعض الحالات عدم التوازن في المشي بيكون ناتج من خمول وكسل وعدم تحريك الجسم لفترات طويلة الأشخاص اللي هم لا يقوموا بأي نشاط رياضي وبيناموا الفترات طويلة جدا أو بيجلسوا الفترات طويلة في حالة من الكسل وبالتالي مع أل مجهود بيقوموا به أو مجرد ماشي في الخارج ده ممكن يصابه بعدم اتزان أيضا بيساعد في التخفيف من هذه المشكلة الإقلاع عن التدخين تقليل أيضا الكافيين كمنبهات عموما لأنها بتستسير الجهاز العصبي وتجنب الكحليات تقليل أيضا نسبة الملح في الطعام لأن زي مذكرنا زيادة نسبة الملح في الطعام وارتفاع نسبة الملح بتؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم بتؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وبالتالي مشكلات في الدورة الدموية ومشكلات في توازن الجسم ومشكلات وقصور في القلب مهم أيضا الحفاظ على النظام الغذائي الصحي ويكون معتمد على المنتجات الطبيعية زي الفواكه والخضروات وتقليل الأطعمة المصنعة قدر الإمكان ده أهم المعلومات عن مشكلة عدم التوازن في المشي تكلمنا عن أسبابها وطرق علجة في النهاية بنتمنى السلامة للجميع ونلتقي بإذن الله على خير في فيديو جديد وموضوع جديد ترجمة نانسي قنقر